وقبل ما اكلمكم عن طريقة اللعب واللي حصل واللي قاله شوق غريب واللي عملته لعبتنا في المطش عايز اقول لكم ووريكم من وجهة نظر المتوضعة السبب الرئيسي السبب الرئيسي لخسرتنا مباراة البرازيل اول امبارح انا في رأيي السبب هو الصورة دي الصورة دي صورة الاخ رمضان صبحي وهو لابس شارة الكابتن في مباراة مصر والبرازيل اول امبارح في اولمبياد توكيو 2020 وانا بقوله من وجهة نظري بشكل واضح ان ارتداء رمضان صبحي لشارة الكابتن في مطش البرازيل جريمة جريمة ليه جريمة؟ لانه مخالف لكل الاعراف ومخالف للمنطق ومخالف للاخلاق والقيم ومخالف للأقدمية ومخالف للروح العامة ومخالف للإدارة والقيادة في الملعب حتقولولي يا تامر بس اخد بالك اصل حجازي هو اللي عرض احمد حجازي كابتن المنتخب الولمبي في الولمبياد هو اللي عرض انه يدي شرط الكابتن لرمضان مش رمضان هو اللي طلبها هقولكو ولو حجازي يعرض ده كتر خيره ده كرم منه بس لا رمضان ينفع يوافق ولا الرئيس بتاحهم قائد المنظومة المدير الفني اللي هو الكابتن شوقي غريب ينفع يوافق لان كده تبقى سبهلل حجازي قالك من وجهة نظره انه رمضان هو قائد منتخب الولمبي الاصلي اللي كان بيلعب في دورة الامم الافريقية للشباب تحت 23 سنة فبالتالي اناول هالو من نفسه بس الكلام ده ينفع على القهوة ما ينفعش في بعثة منتخب بتلعب في اهم بطولة عالمية اسمها الولمبياد في سيستم وفي نظام ما ينفعش تحت اي حال من الاحوال يبقى في الملعب احمد حجازي وفي الملعب محمد الشناوي وفي الملعب كمان الوينش ولقى رمضان هو اللي لابس شرط الكابتن انه بيتمختر بها في الملعب وسط اللعيبة ما ينفعش والله بعقد الها وانا قاعد عامل كوبايت الشاي وقاعد مستني المطش اول ما لقيت اللعيبة نزلة ورمضان لابس شرط الكابتن في ايده قلت خربت قلت الفرقة دي مش هتشوف خير لانه ما بني على باطل فهو باطل ما ينفعش الكلام ده والله تلاتة ملوش علاقة بحبي ولا كرهي برمضان ولا ان انا ببسوط من رمضان ولا بتدايق منه عشان ساب الاهلي وراح بناميز دي قصة ثانية خالص انا دلوقتي بتكلم في الاصول وفي الصح لو كان اكرم توفيق هو اللي لبس شرط الكابتن كنت برضو قلت نفس الكلام لو كان اي حد لبس شرط الكابتن غير اللي يستحقها كنت حول نفس الكلام ازاي ازاي كبرات المنتخب الاول يبقوا موجودين في الملعب وكابتنهم في الملعب رمضان حتى على مستوى الاداء لما يحصل فينا جون لما اللعيبة تريح مين اللي يشدوهم مين اللي يوجههم مين اللي بتاع المفروض اللي عنده خبرة مش اللي عنده قصة اللي عنده خبرة هو اللي يوجههم هو اللي يلبس حصحه يشدو شوية يعملو كذا هو المدير الفني بين اللعيبة جوه الملعب فهيجيب منين رمضان اللي عنده 22 سنة أو 23 سنة هذه الخبرة عشان يدير الفريق في مباراة المفروض انها مصيرية في مباراة المفروض انها مصيرية عنق زجاجة دور التمانية ولو كسبت البرازيل تصل للدور القبل النهاية وتلعب على ماداليا الاول مرة تلعب في لعبة جماعية على ماداليا أولمبية فمباراة المفروض نموت نفسنا ويبقى كل حاجة فيها صح الصح نقوم نبتدي بغلط الغلط ونمشيها محبة ومجاملة واصلو نفسه يلبس الشار نفسه يلبس الشارة هو فيه كلام من ده يبقى أحمد حجازي اللي بيلعب في الأولمبياد أحمد حجازي دريع في الأولمبياد في أولمبياد لندن 2012 اللي كان بيدربهم فيها هاني رمزي يعني من تسع سنين قبل ما رمضان يبقى عارف يعني ايه شرطه فانيلا اللي حصل ده هو بداية الخطأ واللي يقولك ان الجهاز الفني واللعيبة نازلين وهم عارفين ان دي اخر مطش ليه في البطولة بقى دي اخر مطش بقى خد رمضان من نفسه يلبس الشارة لا والدليل على انا بقوله اللي قاله شوق غريب مباشرة بعد المطش لما جمع اللعيبة في نص الملعب وقال لهم الكلمتين اللي صورهم والجهاز الفني للمنتخب الريمبي هو اللي نزلهم على السوشال ميديا والمواقع اول كلمة قال لهم اوعوا تزعلوا افراحوا يا ولاد انتو خسرتم من برازيل 1-0 بس ده كلام يتقالي يا أبو الشوق ده كلام يتقال يا كابتن شوق افراحوا انتخسرتم من برازيل 1-0 بس ده انت معناها ان المجهاز الفني واللعيبة نزلة بروح انهزامية ما حصلتش نزلة وهي بايع المطش وبايع البطولة والنتيجة اللي احنا شفناها في اداء الملعب البرازيل جابت الجون مش في اخر دقيقة مش في الوقت بدلت ضايع ده جابت الجون في الشوت الاول ومع ذلك مفيش ردة فعل مفيش مغمرة مفيش مخطرة مفيش جرنتة مفيش اي حاجة ده الحد الدقيقة ثمانين فاضل عشر دقائق فاضل عشر دقائق يا مؤمنين وانت خلاص هتطلع بين البطولة وشوق غريب بينزل امام عشور امام عشور اللي هو لعب ارتكاز انت عايز تهاجم وعايز تفتع الخطوط خلاص عشر دقائق يا طابت يا اتنين عور يعني احنا خرجنا واحد صفر لو كنا خرجنا بالتن صفر كان حالنا حيبقى مختلف كنا حننهار ونقول يا نهاري سود احنا اتغلبنا ببرزيلي اتن صفر ما فلقتش واحد من اتنين من ثلاثة بالمناسبة اشتركوا في القناة